الرابع والعشرون من شهر حزيران من العام 2018 كان يوما تاريخيا في تركيا عندما اشتازت البلاد منعطف انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة مصيرية وضعتها على اعتاب الجمهورية الثانية كثرت التكهنات بنتيجة الانتخابات لا سيما وأن البلاد والمنطقة مران بمرحلة حساسة تعج بالأزمات فخرجت نتائج هذه الانتخابات متوجة اردوغان رئيسا للتركيا الجديدة وفق النظام الرئاسي الجديد باكثر من 52% حسم اردوغان الجولة الاولى من الانتخابات لصالحه فحقق حزبه اغلبية برلمانية عبر تحالفه مع الحركة القومية تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية حقق اكثر من 53% من اصوات الناخبين الاترك حائزا بذلك على اكثر من 340 مقعدا برلمانيا من اصل 600 فيما حصل التحالف الامة على 34% من الاصوات توزعت بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد فيما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من اجتياز العتبة الانتخابية ودخوله البرلمان ب66 مقعدا ومن اللافت في هذه الانتخابات ان الاتراك جددوا ثقتهم باردوغان وحزبه وهذا ما ترجم بتحقيقه نسبة اعلى من انتخابات العام 2014 وهو ما لم يصله اي زعيم تركي اخر هذا فضلا عن عودة اسم اردوغان للصعود في الولايات التركية الكبرى كاستنبول وانقرة بعد ان خسر الحزب فيهما باستفتاء التعديلات الدستورية في العام 2017 تقدم اردوغان رافقه تراجع طفيف لحزبه بعدم تجاوزه عتبة ال300 مقعد بعد نيله 42% من الاصوات مقابل 49% في انتخابات العام 2015 لكنه تجاوزها بتحالفه مع الحركة القومية التي حققت 11% من الاصوات عكس التوقعات التي رجحت عدم حصولهم على اكثر من 5% الرئيس اردوغان اعتبر نتيجة هذه الانتخابات تجديدا لثقة الشعب به وبحزب العدالة والتنمية لبلوغ تركيا اهدفها الكبرى في العام 2023 كما انها كانت فرصة مؤاتية لتعزيز قيم الديمقراطية في البلاد ومواصلة ازدهارها الاقتصاد الحالي اشتركوا في القناة